بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى احنا بنتكلم عن الجليس في جليس كده الناس بيجري على لسانها وما نقدرش نمسكه غير لما نركز لكن هو بيكون ليه اثار كتيرة جدا 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 وإحنا لازم نقعد ونحلله ونشوف الجليس ده هو الجليس ده ويكون من صاحب الكير زي ما حدث النبي قال ولا يكون من صاحب المسك الجليس النهاردة شعور لما بنحس بيه بيخلينا نحس ان الحياة في قلوبنا ملهاش طعم يعني شخص جليس بيمص طعم الحياة من قلوبنا وجليس بيحسسنا ان بقينا زي الروبوت الانسان الآلي بنقوم بالمهام المطلوبة من غير اي شعور حقيقي لا بسعادة ولا بفرح ولا باي حاجة بنحسش بالمعنى والجليس ده بيبقى معاه رغبة كده صعبة شوية ان احنا عايزين نوقف شوية نبطل نوقف ما نشتغلش وظن ان احنا لو قفنا ده يخلينا ناخد نفسنا ونرتاح بيبان الجليس ده اوي لما حد بيسألك اخبارك ايه فتقول له اهو عايشين في دوامة الحياة بندور في الساقية الجليس النهاردة هو شعور الدوران في ساقية شعور الدوران في ساقية ده ده شعور يكاد مفيش حد دلوقتي الاو بيشتكي منه الشعور ده من المشاعر اللي بتخلي الانسان يفقد الاحساس بالنعمة او الله الله سبحانه وتعالى جعلنا غريقين في النعم بس لما تحس ان انت بتدور في ساقية اللي بيدور في ساقية ما بيبقاش شايف اكتر حاجة ما بتبقاش شايفها وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها ومع تمادي الشعور ده في حياتك بتلاقيك بتتبنى فكرة في غاية الصعوبة عنا اعمل ايه اصل الحياة كلها ماسي والحياة ديات هي دار كبد دار كبد يعني ايه هو فاهم ان دار كبد ان هي دار عناء لان ناس كتيرة بتظن ان الله سبحانه وتعالى لما قال لقد خلقنا الانسان في كبد ان طبيعة الحياة هي الاسى والعذاب والألم والشدة والاختبار بمعنى القهر وبمعنى الضغط وبمعنى التضييق فيبقى ده مبر لإدمان الآلام والأوجاع والعجز والاحساس بالمهانة والاحساس بنقصان طعم الحياة وفقد طعم الحياة وعدم رؤية النعمة لا يا عباد الله الكبد عيناء هنا معناه خلقنا الانسان في سير وفي عمل وفي ديموم للعمل فلو كانت الدنيا لو كانت الحياة الدنيا الحياة الاولى دي ده اركبت بمعنى المآسي هنفم ازاي قوله تعالى ونعف شوية مع قوله تعالى من عمل صالحا من ذاكر او انسى وهو مؤمن فلا نحيانه حياة طيبة واضح ان الآية دي بتقول ايه بتقول ان فيه مكافأة لمن يعمل عمل صالح من ذاكر او انسى وهو مؤمن فاحنا منتظرين ايه منتظرين المكافأة فالمكافأة تلت ايه فلنحيانه حياة طيبة فيبقى الحياة دي نعمة وجايزة ولا تبقى نقمة وعب وعذاب فما ينفعش ان احنا نفهم ان الحياة حياة دي عبارة عن عذاب امتى الواحد فينا بيقول انه حاسس انه بيدور في ساقيا هنلاقي ان الناس بيستخدموا التعبير ده في مجموعة من المشاعر والظروف اول حاجة زي مثلا انه يعبر عن الشعور بالمهانة بسبب كثرة التعب والانهاك فتلاقيه بيقول انا حاسس ان انا بتمرمط بجري طول الوقت في الشغل من تارجت لتارجت ويجري من شغلانا لشغلانا علشان رزقي ورزقي عيالي بس انا عايز اسألك سؤال انت قلت الكلام ده بس فيه وجهة نظر تانية دي مش وجهة نظر بس الوحيدة اللي موجودة لهذا الامر للسعي ده السعي ده بتاع الابطال بتاع الرجالة السعي ده للرجالة الرجالة اللي داخلين في قوله تعالى من المؤمنين الرجال من صدقوا معها هادوا الله عليه طب في حد فيهم ده كتير منهم مثلا سيدنا سوفيان السور كان بيقول لنا وصية جميلة اوي بيقولك عليك بجهاد الابطال ايوة يبقى كده الجهاد في سبيل لا قال له لا 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 استنى بس عليك بجهاد الابطال الرزق الحلال والسعي على العيال ايه ده يعني ده مش مش ان احنا بندور في ساية لا ده بطولة اه يعني ان انا اجري عشان اجيب نفقة اولادي هو البطل ده شخص مقدر محترم ولا مهان فهو بيقدم لنا فهم لقوله تعالى وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون وكأنه كمان هذه الاية كمان لابد ان احنا نجمعها مع حديث المسألة ان جاي راجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اللي حصل فرسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ماذا قيمة العمل ان العمل قيمة وان العمل لانه قيمة بيجعل للانسان قيمة فلا يكون مهانا لا في الدنيا ولا في الاخرة فلما رسول الله خلا يعمل قال له بدل ما هو يتسول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من ان تأتي المسألة نقطة سوداء في وجهك يبقى اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى ان العمل شكل من اشكال المعنى والتعب واليأس والمهانة لا خالص ده بيجعل ده من قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله عليه اشتركوا في القناة